بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الخدمة في البوفي وطرق تنظيمها طبعا احنا عارفين ان اصبحت خدمة البوفيهات هي المفضلة لما باجي اعمل اي حفلة عندي مهرجانات عندي حفلات مؤتمرات بلجأ فيها الى الاوبين بوفيه او البوفيه المفتوح او خدمة البوفيهات طبعا بلجأ لها لانها بتعرض لي اكبر قدر من المأكلات فبتخلي طبعا الجسد يختار ما يروك له من اصناف لان انا مش دايما عارفة كل الناس اللي انا هدعوهم في الحفل الاكل اللي بيفضلوه بيكون ايه فده بيديني فرصة ان انا اعرض اكبر قدر من المأكلات وعلى الجسد ان هو يختار او المدعو يختار اللي هو عايزه او المحبب لديه كمان بتبقى التكلفة في البوفيهات كل ما زاد عدد المدعوين كل ما كانت التكلفة اقل فبالتالي هتكون الربحية اكتر خدمة البوفيهات برضو كنوع بتزود تنمية المبيعات للفندق بنتلاقي كمان ان خدمة البوفيهات من ضمن المميزات بتاعتها انها بتدي شكل جذاب للمكان طبعا من خلال الشكل والمعروضات اللي احنا بنعرضها بشكل جذاب بشكل راقي فبدي انطباع جيد للعميل او للمدعو بمدى الجودة ومدى الشكل الجميل اللي المطبخ بيعمله والمطعم بيقدمه فبالتالي ده كله بيدعم الفندق وبيخليه في صورة في اجمل ما يكون فبالتالي هي خدمة مهمة جدا وحاجة مفيدة بالنسبة للفنادق بنقول اصبحت الفنادق تعالوا نشوف مع بعض كده بنقول اصبحت خدمة البوفيهات هي المفضلة الان عند اقامة الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات طيب هنشوف مع بعض ليه لانها بتوفر تنوع كبير في اصناف المأكلات مما يرضي ازواء جميع الضيوف طيب كمان عندنا بالاضافة الى انها بتعطي شكل جذاب للمناسبة باسلوب العرض الراقي والجميل للمأكلات معانا صور وشرايح بتوضح لي اشكال مختلفة للأوبين بوفيه او للبوفيه المفتوح والمأكلات والمعروضات اللي موجودة عليه على البوفيه بقى مع عدم الحاجة لتواجد اعداد كبيرة من العمالة وتعتمد خدمة البوفيهات على الخدمة الذاتية اللي هي سلفس او سلف سيربس طبيعي انتو عارفين يا حبيبي ان الخدمة هنا بتكون خدمة ذاتية العميل هو اللي بيخدم نفسه بنفسه فبالتالي انا ما بحتاجش هنا لعمالة كتير لان العمالة هنا ما بتبقاش غير لانها بتزود البوفيه بالنواقص اللي موجودة او بتشوف لو في حاجة مثلا بعض المأكلات وقعت على المفرش بتاع البوفيه او وقعت على الارض فبالتالي بتقوم بعمل العمليات التنظيف او بتخدم بعض الناس لو كبار السن معزومين عندي فبتقوم بعملية الخدمة على الموائد فبالتالي هنا بتكون الخدمة اسمها خدمة ذاتية اللي هي سلف سيربس فهنا احنا ما بنحتاجش للعمالة الكتير في خدمة البوفيهات ودي برضو من ضمن المزايا اللي موجودة في خدمة البوفيه عدد العمالة اللي بتكون عندي بتكون عمالة معينة او بسيطة على قد بس اللي هي هتكون بتخدم ناس معينين في مثلا لو في خدمة طالبها اللي صاحب الدعوة على المائدة ان هما ينزلوا الخبز والزبد والمية والشوكولاتة لو في الافراح لو في كبار سن فهيقدموا لهم المأكلات بتاعتهم فبالتالي زي ما قلت هيبدأوا ان هما يعملوا عملية تعويض للفاقد اللي موجود فيه على البوفيه كل ما صنف بيخلص هما بيقوموا بتزويده من المطبخ فبالتالي العمالة هنا بتكون العمالة اللي هي العدد البسيط بتاعها طيب بنقول عندنا تعالوا مع بعض كده وإحنا نعرف يعني ايه حجم البوفيه بنقول بيتوقف حجم البوفيه عندي على عدد المدعوين وعلى نوع الأطعمة المقدمة طيب بيعتبر أقل عدد بيصلح لإقامة بوفيه هو 30 فرد وكلما زاد عدد الضيوف كلما قلت التكلفة بتستخدم تقنيات حديثة ومبتقرة في عمل الدكورات الخاصة بالموائد المستخدمة في البوفيهات خاصة في البوفيهات المصاحبة للاحتفالات والمراسم المتعددة بنقول خدمة البوفيهات لتتطلب تواجد عدد كبير في المطبخ أثناء تقديم هذه الخدمة لأنها تعتمد في المقام الأول على المأكلات البردة أما المأكلات السخنة المقدمة فتكون محددة سلفا من قبل قائمة الطعام السبتة اللي هي السيت مينيو يعني بمعنى أننا ببقى طبعا عاصية الأوردر للمطبخ أننا عندي خدمة بوفيه أو عندي مناسبة معينة وعدد المدعوين فيها عشان أعمل بوفيه زي ما قلت قبل كده ما قدرش أعمل بوفيه لو عندي أقل من 30 فرد ليه؟ لأن لو أنا عندي أقل من 30 فرد هتكون التكلفة عالية قوي لأن كل ما بيزيد عدد المدعوين كل ما بتقل تكلفة الطعام فبالتالي هيكون فيه ربحية أكتر للفندق طيب المطبخ بقى وعماله هيكون عددهم بسيط لأننا عارفة أن معظم المأكولات اللي بتقدم على السرفيه على البوفيه بتكون معظمها مأكولات بردة زي السلطات زي المشاهيات الأوردفر اللحوم البردة مأكولات تقدم بردة ولكن المأكولات الساخنة بتبقى معروفة ومحددة من قبل القيمة السابتة اللي بنقدمها اللي هي السيتمينيو اللي بتبقى معروفة لدى المطبخ هيعمل ايه؟ فبالتالي عدد العمال اللي بيشتعلوا في المطبخ من خلال خدمة البوفيهات بيكون قليل طيب تعالوا نشوف شكل البوفيه احنا عندنا صور بتوضح لي الأشكال بتاعت البوفيه بس احنا لما نيجي نتكلم هنقول ان احنا ما عندناش شكل أساسي للبوفيه يعني ما قدرش اقول ان فيه شكل ثابت أو شكل موحد للبوفيه لا انا عندي اشكال مختلفة بس اهم ما يميزها ان يكون فيها تناصق بمعنى ان انا ما ينفعش يقدم بوفيه ويكون البوفيه ده الالوان بتاعته ما هياش متناصقة أو الديكور بتاعه أو الحاجات المعروضة عليه ما فيهاش شكل جذاب يخطف العين انا قلت قبل كده ان العين بتاكل قبل الفم لو انا ما لقيتش ان الشكل جذاب وبيجذبني كعميل فبالتالي مش هقول ان المكان ده حلو او مش هقول ان البوفيه ده شدني او فيه حاجة حلوة فبالتالي لازم تكون المعروضات اللي انا بعرضها على البوفيه بشكل جذاب بشكل راقي بشكل جميل كمان فيه من التزيين ان كان بالورود ان كان بالتمثيل ان كان بالشمعدانات باي شكل هاي او ممكن استخدم الخضروات او الفواكه كنوع من انواع زي الارع العسلي زي البطيخ وبعمل عليه رسومات معينة فبالتالي بديني شكل جمالي فانا كل ما بزين البوفيه وكل ما بخليه بالشكل الجميل بتاعه كل ما بخلي الجست عنده الرغبة وشايف المنظر الراقي الجميل لكن لما اجي اقول انا عندي شكل سابت للبوفيه لا ما عنديش شكل سابت للبوفيه انا عندي اشكال متعددة للبوفيه يبقى لا يوجد شكل اساسي للبوفيه فكل بوفيه نراه يكون ابتكار ولكن يجب ان يكون البوفيه متناصق الالوان ده شكل كمان بيوضح شكل البوفيه شكله ازاي ده شكل اخر للبوفيه ازاي انا ما عنديش هنا شكل واحد او موحد هنا برضو شكل اخر الدوابط اللي بتتحكم في تصميم شكل البوفيه ايه هي الدوابط دي بقى ازاي كان عندي عدد الضيوف صغير يعني عدد الضيوف 30 بس يبقى انا هاعمل البوفيه بتاعي بالشكل اللي هو المستقيم ليه لانها يخلي الضيوف كلهم هيبقوا ماشيين في خط مستقيم ياخدوا اللي هم عايزينه طب لو زاد العدد عن الثلاثين ما اقدرش اخلي البوفيه بتاعي بالشكل المستقيم اللي انا قلت عليه ليه لانها هيبقى فيه تكدس على الاصناف ومش هياخد اللي انا مش هيقدر ان انا ااخد الحاجة اللي انا عايزاها بالطريقة المناسبة لية لان انا محتاج اطفال اشوف ده واشوف ده واشوف ده واخد لكن لما بيكون فيه تكدس يبقى انا ورايا ناس يبقى الناس دي عايزة تاخد من نفس الصنف يبقى انا هياخد بسرعة يبقى بالتالي مش هيكون فيه ضوابط الحاجة هنا مش هيبقى فيها الشكل المريح للمدعو او الضيف اللي انا دعياء انا دعياء علشان يبقى مستمتع بالحاجة اللي انا بقدمها له فبالتالي لو انا زاد عندي عدد الضيوف عن 30 يبقى انا مش هعمل الشكل المستقيم لان هيبقى فيه تكدس على الاصناف هيبقى فيه زحمة من قبل المدعوين مش هياخدوا راحتهم في انهم يبقوا وقفين يبقى انا هنا بواسط شكل البوفي المعروضات مش هتبقى بالشكل اللائق وانا مش شايفاها مش كل المعروضات هبقى شايفاها قدامي بالطريقة المناسبة يبقى اذا كان عدد الضيوف صغير فالشكل المستقيم هو الافضل طيب يعني بالشكل دا كده اه هيبقى بالشكل دا لو انا عندي عدد الضيوف صغير طيب ولا يصلح الشكل المستقيم مع الاعداد الكبيرة لان ذلك يسبب تكدس كبير للضيوف وفي حالة الاعداد الكبيرة من الضيوف بنعمل ايه بقى بنقوم بتوزيع او بعمل توزيع مجموعة من نفس السيشن اللي انا عاملاه من نفس المأكلات هقررها مرة اخرى باكتر من مرة لعمل اكتر من بوفيه وبالتالي يبقى انا مش هتكوم او مش هتكدس مش الضيوف كلهم هيبقوا في مكان واحد لان نفس المعروضات او نفس الاكل دا هو موجود في مكان تاني على بوفيه اخر بس انا هسيب مسافة بين البوفيهات وبعضها علشان يبقى في حرية حرقة للضيوف ان هم يقدروا يتحركوا براحتهم وياخدوا الاصناف اللي هم عايزينها بالطريقة اللي تناسبهم يبقى في حالة الاعداد الكبيرة من الضيوف بنقوم بعمل توزيع للبوفيه بشكل متكرر وعليه نفس الاصناف طيب وذلك لتحقيق الات هيحقق ايه بقى قال لي سهولة الحركة للضيوف عدم تكدس الضيوف على الصنف الواحد كمان اعطاء الفرصة للضيوف لاختيار ما يروك لهم او ما يفضلونه من اصناف تخصيص قاعة للبوفيه متفرعة من القاعة الرئيسية ويكون لها اما مدخل واحد او اثنين متصلين بالقاعة طبعا انا لما باجي اصمم القاعة بتاعتي علشان اعمل فيها الحفلة ايا كانت المناسبة اللي انا عاملها لو العدد فيها كبير او العدد فيها مناسب للمساحة ومش هينفع ان انا اعمل فيها البوفيه فانا بعمل قاعة اخرى متصلة بالحفلة لها مدخل من نفس المكان بتاع القاعة فبالتالي هعمل فيها البوفيه فهيكون بوفيه منفصل انما لو انا القاعة بتاعتي مناسبة ممكن اعمل ومساحتها بتطيح لي ان انا اعمل الاوبين بوفيه بتاعي او البوفيه بتاعي في المكان ده فانا هعمله في نفس القاعة يبقى اما البوفيه هيتعمل في نفس القاعة يبقى اما البوفيه هيتعمل في قاعة اخرى متفرعة او بيكون لها نفس المدخل من قاعة الحفلات اللي موجود فيها المدعوي بحيث تكون القاعة الخاصة بالبوفي بالاتساع الكافي والذي يتناسب مع عدد وحجم وطريق التوزيع موائد البوفي بشكل جذاب ومنصق لذا يجب الآتي هراعي ان انا اترك مسافة مناسبة بين الحوائط والبوفيهات لتسهيل عمل او مهمة طاقم الخدمة والمطبخ من معاونة الضيوف اكيد مش لو انا بعمل يعني وانا برص البوفيهات الموائد اللي انا هعمل عليها البوفيه ماينفعش ان انا الزق البوفيهات او الموائد دي جنب الحيطة مباشرة فبالتالي هتعوق حركة الطاقم الخدمة اللي هيقوم او طاقم المطبخ اللي هيقوم بعملية الغرف والتوزيع للجسد لو في بعض الاصناف مثلا محتاجا لها شيف زي التقطيعات الكبيرة لو انا عندي الخروف الكامل او عندي الديك الرومي فبالتالي لازم يكون فيه شيف للتقطيع فالشيف ده هيبقى واقف ازاي او ممكن بعض المأكلات محتاجة للغرف فبالتالي ان انا عشان اغرف للجسد لازم اكون واقف بطريقة مناسبة وبطريقة صحيحة فبالتالي لازم اكون عامل مسافة بين البوفيه وبين موائد البوفيه وبين الحائط علشان يقف فيها طاقم الخدمة والمطبخ قال لي يجب ترك مسافة مناسبة بين البوفيهات وبعضها ليسمح للضيوف بالمرور بسهولة ده شكل بيوضح لي شكل البوفيهات او بوفيه موجود فيه معمول موجود في حديقة ده كمان شكل اخر للبوفيه طبعا بنشوف التزيينات الموجودة بالورود ممكن بالاشكال اللي هي بتاعة المأكلات نفسها ده اوبين بوفيه اخر شكل اخر في بعض البوفيهات الرقية يتم تقديم انواع متعددة من فواتح الشاهية والحساء زي ما شفنا كده للعملاء على موائدهم قبل التوجه للبوفيه بانفسهم للحصول على الوجبة طبعا في حاجة اسمها الابيتيزر اللي هو فواتح الشاهية او الوردفرات اللي هي من السلطات مشاهيات اي نوع من انواع المأكلات اللي انا ممكن اقدمها فبالتالي بقدمها للجسط على المائدة قبل ما يتوجه لانه ياخد الوجبة الرئيسية من على موائد البوفيه يبقى انا ممكن اخدم الجسط وهو قاعد على المائدة بتاعته وقدم له الوردفرات او فواتح الشاهية حسب طبعا رغبة صاحب الدعوة والاتفاق المتفق عليه مع مدير الحفلات من الممكن تقديم الخبز والزبد والحلوة على مائدة العميل بواسطة الويتر قبل توجه العميل للبوفيه في حالة البوفيهات التي لا تقدم فواتح الشاهية والحساء والخبز على مائدة العميل ايه اللي بيحصل بقى؟ يجب ان يتم تنظيم مكان البوفيهات بحيث ينقسم لعدة قطاعات كل منها يحتوي على جزء فيكون هناك جزء للمشاهيات اللي هي الابيتيزر عندي للفضيات اللي هي السيلفر وير وعندي للخبز والزبد اللي هو البريد اند بيتر يبقى عندنا بنقول المشاهيات هنعمل لو انا عندي الاتفاق ما كانش على ان انا هقدم المشاهيات للجزء على المائدة بتاعته يبقى البوفيه بتاعي لازم اعمله اجزاء او سيشن يعني قطاعات كل قطاع بيحتوي على الاكل اللي احنا هنقول عليه او الشكل اللي احنا هنقول عليه قلنا فواتح الشاهية الابيتيزر وقلنا الفضيات اللي هي السيلفر وير اللي هيستخدمها الجزء وعندي كمان الخبز والزبد اللي هو البريد اند بيتر طيب ادي الشكل من فواتح الشاهية زي الكنابيهات اللي معمولة بالاشكال المختلفة اللي احنا شايفينها عندي الاطباق اللي هي الشاينا وير وعندي هنا كمان الفضيات اللي هي السيلفر وير اللي هيستخدمها الجزء عندي بعد كده قطاع تاني هقدم عليه الحلوة اللي هي الديزيرت والمشروبات اللي هي و� Auction وجزء مخصص للاطباء اللي هو الجست بلايت سيشن طبي ب طيب 눈ى شوف مع بعض اه دي شكل اخر بيوضح وده شكل برده واشايفين عندنا هنا احنا مزينين بآآآ البطيخ جايبينه وطبعا عاملين فيه الرسومات بتقطيعات معينة ومعمل لها رسومات معينة واخديني الكاسات وحطين فيها بعض المأكلات اللي عاملة شكل جذاب ممكن احط الجنبري مع بالشامبنيون او بالميونيز واعمل الشكل بتاعه جوه الكاس فبالتالي هيديني اشكال جذابة وجميلة طيب بيكون في بداية خط البوفي البوفي اللي هو البوفي لاين بحيث يمر العميل عليه اولا بينما يكون جزء الفضيات وفاة الخدمة وجزء الخبز والزبد في نهاية خط البوفي يعني احنا طبعا زي ما قلنا كده بنبتدي بالابتايزر وبنبتدي بالمعانة الخبز والزبد والفضيات ممكن لو موجودة جنب الحاجة دي عشان اقدر ان انا اغرف بيها وبعد كده بروح لقسم تاني اللي هو اللي هو الحل اللي هو المشروبات وعندي كمان اللي هو الشاينة اللي هي الاطباق المستخدمة اللي هي الاطباق الخاصة بالجسد وكمان هيكون معايا في نهاية الخط معايا الفوط اللي انا هستخدمها والخبز والزبد اللي هو اخر حاجة انا بحطهم معايا في الطباق بتاعي علشان اروح اخد اه اعود على المائدة وتناول الوجبة بتاعتي اللي طيب يجب تخصيص اجزاء منفصلة المشاهيات والمشروبات والحلوة اللي عمل على جعل خدمة البوفي أسرع وأسهل يعني انا بعمل قطاع خاص بالأبيتايزر اللي هو الفواتح الشهية الوردفرات وبعمل قطاع خاص بالحلويات مع المشروبات ده كجزء مع بعضه منضم البعضه وبعد كده ادخل على الاطباق الرئيسية بقى طبعا باخد المين كورس اللي هو ان كان لحوم طيور اسماك مأكلات بحرية بجميع اصنافها دي كلها بسميها مين كورس او فواء اللي هي اللي ايه الطبق الرئيسي وبعد كده بدخل على طبعا النشويات ان كان رز مكارونا اي اصناف حسب المتفق عليها وبعد كده طبعا بنلاقي عندنا طبعا الفوات اللي انا هستخدمها وممكن تكون مفروشة على المائدة اصلا امام الجسد يعني هي ملهاش قاعدة معينة كل فندق حسب التخطيط بتاعه حسب الطريقة اللي هو السيستم اللي ماشي به انما لازم يكون الشكل النهائي للبوفي شكل جذاب ومرضي لجميع الضيوف الموجودين عليه كافة انواع المأكلات علشان ارضي بها جميع الازواء لان اللي انا بختاره غيري مش هيختاره او اللي انا بحبه غيري مش هيحبه فبالتالي لازم يكون جميع المعروضات اللي موجودة او المأكلات اللي موجودة بتشبع جميع الرغبات علشان كل الناس تبقى قاعدة مبسوطة والوقت اللي بتقضيه بتقضيه في وقت طبعا القاعة شكلها جذاب البوفي شكله حلو الناس اللي بتخدمني او الافراد الخدمة الموجودين طاقم الخدمة الموجود ان كان من المطبخ او من المطعم كمان بيلبي رغباتي واحتياجاتي طبيعي ان كمان الشيفي اللي موجود خلف البوفي مفروض عليه ان هو انا ممكن ابا شايف صنفه قدامي ومانيش عارف الصنف ده ايه فهو عليه ان هو لو انا سألته ان هو يويب على الاستفسارات الخاصة بالاسئلة بتاعتي عليه ان هو يعمل طبعا لو في مقاطع كبيرة ولسه هنتكلم عليها اللي هو شيف التقطيع للمقاطع الكبيرة للحوم زي ما قلت كده عندي دندي عندي اوزي خروف كامل عندي طبعا لازم يعرض بالكامل بتاعه علشان طبعا ده يدي شكل جذاب للمعروضات وبعد كده بيقوم بعملية التقطيع ولازم يكون شيف طبعا ماهر في عملية التقطيع علشان ما يهدرش من المقاطع او ما يهدرش من اللحوم فيبقى ده خسارة على صاحب الدعوة وعلى المكان بنقول بيجب ان يتواجد مشرف بصفة دائمة حتى يقوم بمتابعة عملية تنصيق البوفيهات واداء المطبخ طبيعي ان المشرف ده هيبقى عينه على المكان ككل عينه على القاعة وعينه على البوفيه لو في حاجة نقصت لو في اي مشكلة حصلت اداء بتوع المطبخ هيكون ازاي البوفيه بينقص حاجة فبالتالي بسرعة بيتم الاستعادة لها يعني بيجيب تاني من المطبخ عشان يستكمل الناقص وهكذا التنصيق بين القسمين على ان يتوافرت وها من المطبخ خلف البوفيهات زي ما احنا شايفين كده الصورة دي بتوضح لي ان في موجود شيف عندي شيف بيقطع حسب رغبة الجزء عايز من الجزء ده فبيقطع له وشيف اخر بيقدم او بيغرف المدعوة اللي بوقفة طبعا الطبق معا وعايزة من الصنف ده وطبعا ده زي ما احنا شايفين كده مكرونة بالبشامل فبيبقى بيقوم بعملية التقطيع والغرف لها فهنا ده الواجبات بتاعتهم طب تعالوا نشوف طرق العرض في البوفيهات قال لي طريقة عرض كافة المأكلات المرات تقدمها للعملاء عن طريق ترتبها على موائد مستطيلة بطريقة ملفتة للانظور بيقوم المدعوين باختيار المأكلات وكمياتها حسب الرغبة بتاعتهم ده شكل بيوضح لي طبعا برضو الشيفينج ديش وفي جميع المأكلات سواء خضروات سواء الاصناف اللي هو عايزها الجسد وطبعا عندي طبعا الاطباق اللي محطوطة قدام كل شيفينج ديش ده عبارة عن طبق بيتحط فيه آآ اداة الغرف اللي هي آآ بياخد منها الجسد اللي بيغرب بيها وبيرجحها تاني طبعا مفروض ان هو ما بيسبهاش فيه الشيفينج ديش آآ اللي هو غرف منه آآ ده طبعا آآ شكل ليه الحلوة برضو ده شكل آآ ليه المشاهيات وعندنا برضو الشيفينج ديش اللي موجود وده طريق وسائل العرض اللي انا بستخدمها آآ على البوفيه أو الأوبين بوفيه عشان تحفظ لي طبعا آآ طبعا انا لما بستخدم الشيفينج ديش آآ بس بستخدمه على البوفيات عشان له اكتر من غرض منها الشكل الجمالي وعلشان يحفظ لي المأكلات من طبعا آآ طبعا له غطاء فبالتالي بيحفظ المأكلات آآ بدرجة الحرارة بتاعتها وبيحفظها من آآ أي آآ تلوث آآ خارجي موجود في الجو آآ آآ كمان غير كده كمان الشيفينج ديش بيبقى موجود معاه آآ طبعا هو عبارة عن وعائين الوعاء الاولاني بتحط فيه آآ مية وبعد كده بحط الوعاء اللي هيبقى الوعاء التاني اللي هيبقى فيه الطعام المراد آآ وضعه على البوفيه وطبعا فيه شعلة آآ آآ اللي هي الرشيو موجودة تحت اسفل الوعاء الاولاني فبيبقى المية سخنة طبعا النار بتاعتها بتبقى اللهب بتاعها بسيط فما بيوصلش الاكل انه هو آآ يتحرق لو درجة طبعا الحرارة عالية فبيبقى الشعلة اللي بتبقى بسيطة يدوب بس تفضل الاكل بدرجة حرارته دافي علشان يحتفظ بالقيمة الغذائية وبالسوائل بتاعته زي ما هي ما تنشفش وما يتحرقش الاكل مني فدي وظائف الشيفنج داش على آآ موائد البوفي ده برضو نوع من فواتح الشهية اللي هي الابتايزر او الوردفرات طبعا اللي بنبدأ بيها الاكل كفاتح شهية علشان ندي تنبيه للمعدة ان هي هتشتغل وان هي هيجيلها مأكولات بعد كده فده بنسميه زي لو بناخد كده في البيت بناكل طبق الصلطة بناكل لو فيه حساء بنشربه فده بيعتبره ان هو فاتح شهية بيدي منبه للمعدة ان احنا فيه اكل جاي علشان ما يبقاش فيه طريقة خاطئة للمأكلات فيبقى بيكل بكميات كبيرة تتعب معدتي لو انا داخل على طول على البروتين او داخل على النشويات فلازم الوردفرات دي فوائدها او فوائد الحشية الفوائد بتاعتها ان هي بتبقى حاجات بسيطة بتنبه المعدة ان انا داخل على اكل او انا هاكل كميات من المأكلات فبالتالي بتبتدي المعدة انها تفرز العصارة بتاعتها وتبتدي ان هي تشتغل بالشكل السليم بتاعها تعالوا نشوف قواعد العرض المأكلات على المائدة الكبيرة الادوات المستخدمة في ترتيب المأكلات على البوفي اختيار الدكورات والمناظر الطبيعية اللي بتصنع من مواد مختلفة لتجميل اه طبعا زي ما احنا شايفين كده احنا مستخدمين الورود هنا اه مستخدمين المعروضات بشكل ان في عندي اه دورين من المعروضات فده بيديني اه شكل جمالي اه فيه شكل اه يعني بتيجي عليه ان فيه حاجات موجودة اه بزي السرافيس والمراية كده فبتخليني اه شايف المعروضات بشكل جذاب وشكل حل في عندي هنا ده شكل اخر للمعروضات اللي انا بعرضها اه فعطياني برضو شكل جمالي يعني اي شكل هنا مستخدمة الورود اه اللي موجودة اه فبالتالي عطي برضو شكل حلو للمكان واللي البوفي طيب بنقول المائدة الكبيرة التي تحتوي على كافة انواع الطعام المقدم الى المدعوين اما بالنسبة لمواقض الطعام الخاصة بالمدعوين فيقوم العاملين بوضع كل من المأكلات والمشروبات الاتي لو انا في فرح فهحط خبز وزبد ومية وشوكولاتة في حالة الافراح العاملين او العاملون في صلط الحفلات عليهم مسئوليات قبل افتتاح الصالة واثناء تناول الضيوف للمأكلات وبعد انتهاء الضيوف من تناولهم للطعام عرض المأكلات عن طريق البوفيهات مع خدمة بعض المأكلات الساخنة بواسطة المضيفين عرض المأكلات عن طريق البوفيهات ووضع الخبز والزبد على المائدة مع تخصيص ركن لتقديم شرائح اللحم تعالوا نشوف انواع الخدمة المستخدمة عندي خدمة اعداد البوفيه نفسه وعندي خدمة تقطيع اللحوم امام العملاء يعني ايه خدمة اعداد البوفيه نفسه اكيد علشان اعمل بوفيه مفتوح لازم عندي خطوات اولا طبيعي ان هاختار المكان اللي هيتحط فيه البوفيه هبتدي ارص الموائد بالشكل اللي انا عايزاه زي ما قلت هيبقى بالشكل المستقيم لو انا عندي عدد تلاتين فرض اكتر من التلاتين يبقى هعمل اشكال مختلفة ممكن اعمل متعدد من نفس القطاع ده او من نفس البوفيه ممكن اخلي البوفيه بتاعي بشكل دائري ممكن اخليه بشكل حرف تي ممكن اخليه بشكل حرف يو بشكل حرف ال حسب ما انا عايزة وحسب مساحة القاعة وعدد الضيوف والنوع الاطعامة المقدمة طيب هفرش بقى هفرش البوفيه ده بمفارش هعمل له ستان باشكال مختلفة فبالتالي ده كلها اسمها خدمة اعداد البوفيه هفرش مرايا سرفيز هعمل اشكال معينة علشان ازين بيها البوفيه فدي كلها اسمها خدمة اعداد البوفيه طيب نيجي اللي هي خدمة التقطيع اللحوم امام العملاء زي ما قلت كده انا فيه عندي الخروف كامل متقدم كامل او اي نوع من انواع عندي ضلع اوزي عندي اي نوع من اللحوم حسب المطلوب او حسب صاحب الدعوة ما هو طالب في الوردر بتاعه او الطلب بتاعه فبالتالي اللحوم الكبيرة او المقاطع الكبيرة لازم هيبقى لها الشيف يعمل عمل عملية التقطيع امام الجسد علشان هنا الجسد ممكن يهدر اللحوم من غير ما يبقى عارف ان هو بياخد من اي مقطع او لما هو عايز يقطع ممكن ياخد الكمية الاكتر فبالتالي هتبقى فيها هدر الحاجة اللي انا حطه فيبقى في عندي الشيف موجود علشان او اسمها خدمة تقطيع اللحوم امام العملاء تعالوا نشوف بعد كده في عندي ايه عندي خدمة الماء بتوفير كافة المأكولات المساعدة امام العملاء والضيوف زي ما قلت كده احنا لو احنا في فرح او عندنا فانا هخدم هحط الزبض والخبز والمية وهحط الشوكولاتة ده لو في حالة فرح في حالة تانية ممكن صاحب الدعوة يبقى عامل وعامل كمان خدمة على المواقد فبالتالي هنا هحتاج الناس اللي هتخدم لي العاملين اللي هيخدموني الجسد او المدعو على المائدة يبقى هيقدم المأكولات اللي هي معروضة على البوفي بس هيقدمها قدام الجسد على المائدة بتاعة الجسد خدمة مساعدة العملاء على نقل المأكولات من المائدة الى اطباقهم طبيعي لو هو الجسد شايف الحاجة راح البوفي وعايز من الحاجات اللي هي موجودة على البوفي عايز مجموعة من الاصناف عايز اصناف معينة فهو بيقوم بممكن يقوم بعملية الغرف وممكن لو هو كبير في السن ممكن اللي هو هو ليقدم له الحاجة يحملها عنه لغاية ما يوصل هالو على المائدة بتاعته في الطبق بتاعه تمام كده طيب تعالوا نشوف طاقم الخدمة في البوفيهات طاقم الخدمة ده ايه وظفته بيعمل ايه بيعمل ايه في خدمة البوفيهات بيكون عدد العاملين لخدمة البوفيه محدود ده اول اه شرط او اول حاجة احنا قلناه طبعا طبيعي ان هنا الخدمة زي ما قلنا كده هنا انا اللي هاخدم نفسي بنفسي خدمة ذاتية فمش هحتاج لعدد عمالة كبير هيكون محدود طيب يقف طاقم الخدمة خلفه ليقوموا بوضع ما يرغبوا الضيوب في أطباقهم زي ما شفنا الصورة برضو اللي فاتت إن الشفاة اللي موجودين شفاة عددهم محدود يدوب بس موجودين علشان لو الجسد طلب حاجة فهم بيقوموا بعملية الغرف أو الرد على الاستفسارات أو لو أنا عندي مقاطع كبيرة من اللحوم هو اللي بيقوم بعملية التقطيع يبقى دي وظيفتهم خلف البوفي يخصص عدد من طاقم الخدمة لتنظيف الموائد رفع الأطباء بعد انتهاء الضيوف من تناولهم الطعام اللي هم الويترات بقى أو البس بوي اللي موجود هم هيقوموا بعملية الدبرساج للمائدة يعني هيرفعوا الأطباء بعدما الناس تاكل أو المدعوين ياخدوا الوجبات بتاعتهم ويكلوها فهيبدأوا أن هم يعملوا عملية رفع للأطباء علشان يعملوا عملية تنظيف وتفضل المائدة نظيفة أمام الجسد كمان لو العميل وقع حاجة وقع بعض الصصات هو بيغرف وقع حاجة على الأرض ما ينفعش أن أنا أسيبها زي ما هي لأ بسرعة أنا بعمل عملية تنظيف لها علشان ما يجيش جسد تاني ويشوفها بالشكل ده فهيبقى المنظر غير لائق فبالتالي هم بيقوموا بعملية التنظيف الدوري لأي حاجة بتقع صصات وقعت على المفارش صصات وقعت على الأرض معالق وقعت من يعني السلفر وقع من الجسد على الأرض فبيقوموا طبعا بتغييره وتبديله وبيقوموا بعملية رفع الأدوات والأطباء الدبرساج من على المائدة بعدما بينتهي المدعو من تناول الوجبة بتاعته كمان بيحضروا الأطباء المختلفة الأحجام ووضعها على البوفيهات كلا في مكانه المناسب وبالعدد المناسب احنا عارفين ان طبعا كل نوع من أنواع المأكلات لها طبق مناسبها يعني حجم الطبق مش كله زي بعضه في عندي أحجام يعني الدسارت لها حجم الطبق عندي الخبز والزبد اللي هو طبق في عندي الصلاطات عندي البولات بتاعت الحساء لو أنا عندي المين كورس هيبقى له طبق مختلف فبالتالي الأحجام هتبقى مختلفة فهيرص كل حجم بالشكل بتاعه بالحجم بتاعه في المكان المناسب له وبالأعداد المناسبة لعدد الجسد أو المدعوين اللي موجودين كما يخصص عدد لتقديم المشروبات والمية على المائدة بمعنى إننا لو أنا عندي المشروبات هتقدم على المائدة يعني هيوزعوا في مشروبات هتتقدم على المائدة والمية طبعا عندي عدد من الاصطف الموجود هم اللي هيقوموا بعملية التوزيع على المائدة أمام الجسد طيب عندي كمان ده شكل بيوضح لي شكل المائدة إزاي طبعا بتزين المائدة بالمفارش طبعا عليها الورود وبعد كده عندها عندي الكسات اللي هي والكبيات الخاصة بالمية وبالعصير وفي عندي كمان السيلفر مفروش وعندي الفوط اللي هي النبكن جسد اللي هي الفوط الخاصة بالجسد لحجم الحفلة مع التأكد من نظافة الأطباء خاصة الأجزاء السفلية منها يعني طبعا إحنا عارفين يا شباب إن احنا لازم كل حاجة تكون نظيفة قدام الجسد سواء كانت أطباء سواء كانت كسات قبيات سيلفر هيتقدم قدام الجسد لازم كل حاجة تكون نظيفة وخصوصا الجزء السفلي من الطبق لأن الجزء السفلي من الطبق لو هو متسخ وجه الجاعميل يشيله هيبقى شايف إن هو مش نظيف لو تحط على المائدة على المفرش فبالتالي هيبقى سايب البصمة بتاعته أو الحاجة المتسخة اللي فيه على المفرش فهتعمل علامة على المفرش وده هيدي انطباع للجسد إن الحاجة ما هياش نظيفة فلازم الأجزاء السفلية تكون نظيفة جدا لازم كل حاجة بنقدمها للعميل تكون نظيفة أدوات هيستخدمها أطباق سيلفر أي نوع هيستخدمه الجسد أي حاجة هيلمسها الجسد تكون نظيفة وطبعا متعقمة ومتلمعة ومحطوطة بطريقة نظيفة قدام العميل إعداد الأدوات الفضية المستخدمة للغرف طبيعي أنا عارفة إن الحاجة اللي أنا هغرب بيها الأدوات اللي أنا هغرب بيها السيلفر اللي أنا هغرب بيه غير السيلفر اللي هيكل بيه الجسد الوجبة بتاعته طبيعي إن سيلفر الغرف هيبقى موجود زي ما قلت كده إن فيه إطباق موجودة قدام الشيفنج ديش كل حاجة حسب النوع بتاعها أنا هغرف أسماك يبقى لها حاجة معينة علشان أغرف بيها هغرف لحوم يبقى لها حاجة مخصوصة لها هغرف مكارونات هغرف رزة هغرف أي نوع من أنواع الخضروات كل حاجة لها معلقة للغرف ما ينفعش إن أنا أشيل معلقة الغرف من السمك أحطها في اللحمة وما ينفعش أحطها من اللحمة في السمك ما ينفعش إن أنا أشيلها من اللحوم أحطها في الرزة أو أحطها في المكارونة أو أحطها في الخضار فبالتالي كل حاجة لها معلقة للغرف او لها الحاجة اللي تناسبها من الغرف وطبعا محطوطة زي ما قلت قبل كده ما ينفعش ان انا حطها في قلب الشيفنج ديش بعد ما بغرف فبسيبها في قدام الشيفنج ديش موجود في طبق بيتحط عليه ادوات الغرف الخاصة علشان العميل يقوم بعملية الغرف او ان كان الشيف هو اللي هيغرف للجسد استعادت ما ينفذ من ابواء وكذا المحافظة على نظافة البوفيه طبيعيا كل ما هينفذ عندي اطباق او هينفذ عندي انواع معينة من المأكلات هو هيقوم بطبعا لازم يعينه على البوفيه ايه اللي خلص علشان يقوم بتزويده من المطبخ مرة تانية في الشيفنج ديش الخاص بيه وكمان علشان يفضل البوفيه بالشكل النظيف بتاعه زي ما بدأنا البوفيه زي ما هننهيه بالنظافة او بالشكل النظيف بتاعه علشان زي ما قلت الجسد هيبقى كل ملاحظاته ان الناس اللي وقفة العاملين اللي وقفين ما هماش ما بيشتغلوش بالكفاءة المزبوطة او بالنظافة المزبوطة فده هيبقى انطباع سيء لكن زي ما انا بدأت بالنظافة وبالشكل اللائق وبالشكل الجزاب الراقي اللي موجود عليه البوفيه انا هنهي كمان بنفس الشكل اللي هو اللي انا متعاهد عليه او المعروف عليه طيب معالجة ما قد يحدث من تساقط الاطعمة او الصوصات على مفارش البوفيه او على ارض القاع زي ما قلت يبقى فيه عملية تنظيف مستمر وبصورة دايما علشان ما يبقاش فيه اي اخطاء تبطعالوا نشوف مع بعض افراد طاقم الخدمة اللي هيشتغلوا فيه المكان قال لي رئيس طاقم الخدمة وده بيتولى مهمة مراجعة البوفيهات وحل اي مشاكل قد تحدث يعني لو فيه اي حاجة حدثت اي مشكلة اي حاجة اشتكى منها الجسد او صاحب الدعوة او الضيوف الموجودين هو بيقوم طبعا بحلها بسرعة علشان ما يبقاش فيه اي مشكلة او ما يبقاش فيه اي حاجة او اي دروب خاص بالقسم وكمان خاص بيه الفندق او خاص بصاحب الدعوة تبطعالوا مع بعض نشوف كمان افراد عندي لإحلال الاطباء والغرف والمنولة طبيعي زي ما قلت كده ان انا عندي فيه افراد عندي هتعمل عملية الايه الاحلال او انا عندي هتبقى فيه ايه عندي حاجات خلصت فهيزودوها مرة تانية هيقوموا بعملية الغرفة هينولوا الجسد الحاجة اللي هي لازمان افراد لمراقبة ما قد يحدث من تساقط الاطعمة او الصصات على البوفيهات او الارض وبعد الانتهاء من الحفلة يقوم طاقم الخدمة برفع الاطباء واعادة ما تبقى من الطعام الى المطبخ يعني بعد خلاص الحفلة الناس كلها اكلت وكل المدعوين اخدوا وجباتهم واكلوا واتبسطوا وكل حاجة بقت تمام وخلاص الحاجة انتهت والبوفيه عندي خلاص خلص هيبدأوا انهم يبدأوا عملية رفع الاطباء ورفع كمان الادوات اللي موجودة على البوفيه وانهم يدخلوها بين يدخلوها لمكانها في المطبخ عشان يبدأوا يعملوا عملية التنظيف النهائي لقاعة الايه للقاعة او المكان اللي موجود في البوفيه علشان يبقى المكان نظيف وما يبقاش فيه تراكم لحاجة ما يبقاش فيه بعض المأكلات المتبقية موجودة يحدث لها تلف يحدث لها اي شيء فبالتالي هما هيقوموا بعملية التنظيف والانتهاء من الاطباق دي ووضعها في المطبخ تعالوا نشوف قسم المطبخ بقى وظيفته ايه طبعا فيه تحضيرات بتسبق خدمة البوفيه يعني مش بس هما بتوقع يعني مش المطبخ بس هيحط على البوفيه وهيقف علشان عملية الغرف لأ ده فيه تحضيرات مسبقة لعملية الخدمة اللي على البوفيه بتبدأ مهمة المطبخ باستلام امر التشغيل من الشيف طبيعي مش هينفع ان انا اشتغل من نفسي كتاقم جوه المطبخ يعني شيفات موجودين الا من الشيف العمومي اللي هيديني امر او هيديني اردر ان انا فيه عندي حفلة وهعمل لها مجموعة من الاصناف واحد اتنين تلاتة حسب ما هيتحدد او حسب ما صاحب الدعوة طالب من مدير الحفلة او مدير القاعة ان هو عايز مجموعة من الاصناف واحد اتنين تلاتة بيبقى متفق عليها فبيبتدي الشيف ان هو يدي الاردر للشيفات المجموعة الطهاء اللي موجودين في المطبخ معاه ان هما هيبتدوا يبدأوا الشغل ويبدأوا ان هما يشتغلوا طيب تكون القائمة التي ستقدم من اصناف بردة من لحوم وسلطات واصناف ساخنة من لحوم واسماك وطيور وكذا الحلوة من طرط وجاتوهات يبقى احنا هيقدموا طبعا هيعملوا كل الاصناف ان كانت اصناف بردة يعني مشاهيات وردفرات هيعملوا لحوم هيعملوا اسماك هيعملوا طيور هيعملوا جاتوهات طبعا لازم يبقى في حلوة على البوفيه هيعملوا جاتوهات وطرط وهيقدموا كمان لو في عندي الاستيورد بقى هيقوم بتحضير الاحتياجات المطلوبة من الادوات والمعدات الخاصة بوضع الطعام بيها طبيعي ان انا زي ما قلت كده زي الشيفنج ديش اللي انا هحط فيه الاطعمة عندي السرافيز والمراية لازم يتعمل لها عملية غسيل وتلميع وتعقيم طبعا قبل ما حط فيها اي شيء من المأكلات اللي موجودة عندي زي قلنا الشيفنج ديش عندنا السرافيز عندنا المراية وبطبعا بتنظف وتلمع وقادي شكل بيوضح لي الشيفنج ديش شكله ايه طبعا له غطاء وهو عبارة عن زي ما قلت كده وعاقين وعاق بيتحط فيه ميا والوعاق الاخر بتحط فيه الطعام وفي عندي هنا الاطباق وفي عندي كمان اه الاسيلفر اللي موجود وعندي اه اه الاطباق اللي محدود فيها ادوات الغرف اذا انا عندي هنا البوفيهات بتكون باشكال مختلفة السيستم نفسه حسب سيستم الفندق هو بيشتغل ازاي الطريقة اللي بيشتغل بيها مش كل الفنادق اه البوفيهات بتكون فيها بنفس الشكل اه كل فندق له طريقة تشغيل اه طريقة اه بوفيه عرض بوفيه او عرض المأكلات على البوفيه لا لكن كل حاجة لازم يكون فيها ابتكار كل فندق بيبتكر وبيطلع احسن ما عنده علشان يبقى في عندي دايما اه منافسة بين الفنادق وبعضها فبالتالي ده بيدي انطباع للعميل او للجسد انه هو اه اه بيختار اي فندق من الفنادق اه كل ما كان معاه اه او عنده الفرصة انه هو يختار طبعا بيختار الافضل والحاجة الجيدة بالنسباله سواء كانت في السعر او في الطريقة الخدمة اه طبعا احنا كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا وان شاء الله اه نكمل مع بعض في اه حلقات قادمة باذن الله واتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته